اشتركوا في القناة وهذه على أنها أنشيد إسلامية ثم ظهرت منشدات من النساء في أشريطة في بعض التسجيلات بعض القنوات وبعض المواقع على الشبكة فتيات ينشدنه كانوا صغيرات بعين كبروا شوي شوي وصار الآن نساء ينشدنه وشباب يسمعون وقد قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة وإذا كان ماجوز تضرب بخلخالها فكيف تفعل الآن بهؤلاء الشباب يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا قال أبو بكر الطرطوشي في قضية غناء النساء بدون موسيقى قال وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه قال ابن القيم وأما سماعه يعني الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين طبعا صارت الآن قضية الفتنة وصلت لدرجة يعني وقفنا على حالات افتتان امرأة النساء بمنشد صارت فتنة للقراء قارئ القرآن يصير منشد مغني فتنة للنساء كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قال يأنجش يا أنجش أو يأنجش رفقا رويدك سوقا بالقوارير فماذا حصل اليوم قال القرطبي تعليقا على الحديث خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد حديث يا أنجش رفقا بالقوارير أو رويدك سوقا بالقوارير كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن فأنجش كان حسن الصوت يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك هذا في شرح الحديث قال القرطبي خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد قال ابن الجوزي وتأثير ذلك في النساء أسرع من تأثيره في الرجال قال ابن الحاج المالكي لا سيما إذا انضاف إليه أن يكون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم فالآن إذا جاك المنشد وسوى مكياج قبل الفيديو كليب وكلام وترتيب والشكل لماذا لا تفتتن به المرأة المنشد الإسلامي لماذا تفتتن به المرأة وإذا لم تفتتن فلانا تفتتن فلانا ألم تشغل هذه الأنشيد عن القرآن بلى والله أشغلت انظر إلى صفحات الأنشيد وصفحات القرآن في موقع واحد صوتي موقع واحد صوتي نشيد في أربع مليون مستمع مهرجان إنشاد يحضر فيه خمسين ألف متفرج يحضر فيه محاضرة درس علمي مفتي عالم ومن أكثر من سماع النشيد قلت رغبته في سماع كلام العزيز الحميد قال ابن تيمية ولهذا تجد من اعتاده واغتذا به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات بل إذا سمعوا القرآن سمعوا بقلوب لاهية وألس لاغية وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدي خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وصح عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن إيش هو التغبير شعر ملحن معه قضيب على جلد أو مخدة يحدث صوتاً على مخدة طيب طيب مع الشعر الملحن هذا الشافعي سماه أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن فمن وجد من سماع الأبيات رقة لا يجدها في سماع الآيات فكبر عليه أربعاً حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعانه وينبغي على المسلم أن يكون في قلبه كتاب الله وليس أن يمتلئ قلبه شعراً فكيف لو امتلأ غناء أيها الأخوة لا يصح أن تعمينا الدخول المادية أو الشهرة أو اللهو أو ما يطلب المستمعون والمشاهدون عن الحق لا عامل تجاري ولا إعلامي ولا شيء وإنما يجب أن نقصد الحق في هذه القضية ونرى ما آل إليه الأمر الآن في المسألة وما حصل من السيئات العظيمة طيب هناك أنشيد مباحة ذكرناها في بداية المحاضرة هذه مثلاً خصوصاً للصغار بالكلمات الطيبة أداء تلقائي ما في صناعة ولا تكلف ولا مقامات مؤثرات صوتية مثل الموسيقى ما فيه بدون مشابات الكفار والفساق ما فيه مانع ينشد بعض الشباب في سفر مثلاً فيه ينشطون به الجو مثلاً يحمسون به في العمل مثلاً يذكرون به في الفضائل مثلاً لا بأس بذلك وعرفنا ضوابطه وأرجو بهذا العرض أن نكون قد وصلنا إلى صورة واضحة للقضية الشائكة والكبيرة والمنتشرة الخطيرة الموجودة اليوم باسم الدين وقد يكون في كثير منها الدين منها بريء أخذ بكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن أشيد الإسلامية كثر كلام حولها وهي أول ما ظهرت كانت لا بأس بها ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة يقول بن عثيمين لكن تطورت وصار يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفاً ويمكن أن يكون غير دف كما تطورت باختيار ذوي الأصوات ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ثم تطورت أيضاً حتى أصبعت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة لذلك أصبع في النفس منها شيء وقلق ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختاراً لها ذوي الأصوات الجميلة التي تفتن أو أُديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها تقدم الضابط أخرى في الموضوع وشرح في هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن يرينا حق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن ينعم علينا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر